هل الحضانة هي مثلا الجنة على الأرض للأطفال؟ طبعا لا أكيد لها عيوب وأكيد لها مزايا أهم مزاياها الحقيقية هي إنها بتعود الطفل على منظومة حياتية بصحف معاد معين في مواعين للأشياء بتعودني فكرة النظام بدل ما الحياة طبعا في البيت بتبقى نوع معادة بالنظام شوية الحاجة التانية ودي مهمة جدا أن هناك آخرين في الحياة غيري دائما الطفل هو بيكبر شايف إن هو الوحيد اللي موجود في الحياة أنا والدتي وزاعة الوالد يلعب دور صغير كده في الأول في بداية الحياة الطفل دا ما هو مستك في رجل مامته في المطبخ في البتاعة هي بالنسباله منصر الأمان هي بالنسباله اللي بتوفر له احتياجاته هي بالنسباله كل حاجة في الدنيا فكرة بقى أن يدرك أن هناك عالم آخر الحضانة بتساعد فيه جدا دا فيه حاجة تانية دا فيه حاجة غير الأم دا فيه أطفال آخرين أنا عاوز حاجة أتخيل معي كده كمية المهارات الاجتماعية اللي بتعلامها الطفل داخل الحضانة طب أنا عايزة أعرف من حددك أنا إزاي أقول الحضانة دي اختيار كأم للحضانة يكون مثالي يعني إيه المواصفات اللي يجب توفرها في الحضانة عشان أنا أبقى مطمنة أني إيه مني أو بنتي يروحوا فيها رقم واحد الأمان أهم حاجة لأي طفل الأمان الأمان الجسدي الأمان النفسي والأمان الاجتماعي بمعنى إيه؟ ماينفعش أروح حضانة أنا عارف أن الأطفال فيها بيتعوروا كتير ماينفعش أروح حضانة أنا عارف أن فيها عدوة معينة عما لا تنتشر فيها وتكرار العدوة ده موجود فالأمان الجسدي ده شيء مهم لأي طفل وطفلة طبعا بعديها الأمان النفسي إن الحضانة بتلبي احتياجات ابني أو بنتي النفسية يعني إيه؟ لما بيعيط لا يعنفونه بيحتووه لما يكون محتاج حاجة بيلبوهاله آخر حاجة ودي حاجة مهمة جدا أن الحضانة تكون مكان للاستمتاع وليس مكان للتعليم والقهر لأن دي نقطة مهمة جدا أنا بطريد أن نلاحظ في عيادتنا تركيز أهالي كثيرين إننا بنروح الحضانة مش عشان لأنا بقوله ده لا عشان يتعلم يقرأ عشان يتعلم يكتب ده لغات كمان كذا لغة يعني ده خطأ 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 في هذه المرحلة العمرية المبكرة الأطفال يجب أن يذهبوا إلى أماكن كي يستمتعوا موسيقى ألعاب رياضة بطبسط هو دماغه بتبقى لسه مش مؤهلة إنه هو يستوعب اللي حارك بتقوله ده يستوعب بطريقة غير مباشرة يعني إيه حاجة عارف زبانه كان فيه حاجة اسمها الأغاني الجماعية مش عارف حاجة طبعا أجيال أصغر مني كان فيه مثلا بيعلمهم ألف بيه أبت تتجوحه في صورة أغنية ونقض نرقص مش عارف بنتعلم الـ ABC بطريقة معينة بتعلم السلم الموسيقى عن طريقة أغاني ورأس هي دي التعليم الحقيقي الذي يحتاجه الطفل في سن مبكرة وليس أن يمسك قلما ويبدأ فيه يكتب الخرف بالزبط ولكن يمسك الألم ويرسم يمسك الألم ويلون أنا مش عارف أنا وصلة للفكرة دي ولا لأ الأطفال في تلك المرحلة المبكرة يستمتع يعني يستمتع ويكتسب مهارات بطريقة غير مباشرة بعد بقى ما يدخل للمدرسة الرسمية اللي في سن بقى سنين وسبع سنين نبتدي بقى أن نتعلم شوية لكن في السن المبكرة دي ياريت الأهالي ما يضغطوش على أولادهم على فكرة أنت لازم تبقى شاطر أنت لازم تبقى الأول أنت لازم مش عارف تبقى كذا لا نفعش خالص في هذه الفترة الطفل يجب أن يشعر بالاستمتاع في بيته وفي حضانته وفي النادي لو بيروح نادي في مركز شباب لو يروح أيا كان بيروح فين يجب أن يستمتع كلما كان الطفل مستمتعا كلما فرصته في استقبال المهارات الجديدة اللي احنا عاوزين نعلمها له بقت أحسن جدا أحسن جدا